حاملا شعار عمان نبض واحد كما يحمل عالم السلطنة على ظهره اختتم الرحالة العماني أحمد با عمر رحلة المسير على الأقدام والتي انطلق بها من أقصى جنوب عمان ليصل لنهاية رحلته في أقصى شمال السلطنة بمحافظة بوسدم حاملا عددا من القيم والرسائل الهامة طبعا رحلتي عمان نبض واحد مجتمع واحد الشعب واحد تاريخ واحد حاضر واحد مستقبل واحد وحدتنا في الداخل ونعم الله سبحانه وتعالى نتعاضد بإذن الله أن نقويها وأن تكون أكثر تماسكا بإذن الله وهي كذلك أن الإنسان يستطيع أن يحقق أحلامه وطموحاته يعني أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يبدو للأسباب وأن يقتهد وإن شاء الله يصل إلى هدافه وطموحاته قرار أن أبدأ هو الأكثر تحدي أمامي ويمكن الأسبوع الأول كان مجهد قليلا ولكن بعد ذلك الحمد لله صرت أستمتع بهذه الرحلة بالشعر والرواحل والفرق الحماسية استقبل أهالي ولاية دباء الرحالة أحبد باع عمر مثمنين أهداف رحلته وبالإضافة إلى ما يحمله شعار رحلة من أهداف وطنية سامية فقد وضع الرحالة باع عمر أهداف أخرى تتعلق بالجانب الصحي وتحفيز الجميع لممارسة الرياضة لنحظى بمجتمع صحي منتج وفعال كما يعد الجانب السياحي حاضرا في أجندة أهداف الرحال أحمد حيث تخللت الرحلة مروره في عدد من محافظات السلطنة واكتشاف العديد من المفردات السياحية والطبيعية التي تزخر بها مختلف ولايات السلطنة حقيقة الذي فقاني بحكم أن الرحلة تقريباً 37 يوم إلى الآن مرت فيها من أقصى جنوب عمان وبإذن الله إلى أقصى شمالها هناك من المقومات السياحية التي تعتبرها أنها تعتبر متميزة على مستوى العالم يعني التعق بها عمان في كل ولاية تقريباً على الساحل فعندنا من المقومات السياحية التي تعتمد على جمال الموقع وعلى أيضاً عراقة التاريخ فكنوز يعني كبيرة جداً إن للاستقبال الحافل الذي حظي به الرحال أحمد با عمر على المستويين الرسمي والشعبي بشكل عام في محافظة مسندم لهو دلالة على التقدير والإعجاب بما أنجزه وحققوا هذا الرحالة في هذه الرحلة التاريخية من ولاية تبا محافظة مسندم نجم بن عبدالله الشحي